التلبية أولا التلبية مصدر لب أي قال في العمرة والحج لبيك وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه لبيك عمرة وحجه ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي وقد جاء فيها حديث أن عدد من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم لبيك يا رسول الله وفي بعضها لبيك وسعديك ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث 128 و457 و5375 و6268 وفي كتاب الأدب من سنن نبي داود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك وفي كتاب الأدب المفرد للبخاري باب من يقول لبيك عند الجواب والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك فلبيك اللهم لبيك ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة ثانيا وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكرى التلبية لا يزيد على هؤلاء الكلمات وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث بن عمر وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنها قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق وفي صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن خطاب يهل بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل ثالثا وقد اجتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى لا إلا الله وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخلاص والمتابعة شرطاء قبول العمل واجتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء وأما تلبية المشركين في مجتملة على نقض التوحيد بالشرك إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك قال فيقول رسول الله وإلكم قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطفون بالبيت ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإلكم قد أيقتصر على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيف إليه الشرك رابعا ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلات رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية رواه النسائي وغيره بسناد صحيح وأما المرأة فإن تخفض صوتها بالتلبية قال الترمذي عقب الحديث ويكره لها رفع الصوت بالتلبية خامسا ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة ويقطع الحاجة التلبية بانتهارا من جمرة العقبة لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة قال واختلفها ليقطع التلبية مع رمي أول حصاه أو عند تمام الرمي فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها انتهى كلامه والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص ابن غياث الشيبان عن أبيه بهذا الإسناد والمتن وبعده قال ابن خزيمة فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاه لا مع أولها انتهى كلامه وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد وقد رواه البيهقي في سنانه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف صح ذلك عن ابن عباس في سنان ابن بيهقي وعزا الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم وذكر منهم سفيان والشافع وأحمد وإسحاق والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف شهده شهده شهدف شهده